الحديث كله مازال مستمر حوالين مهرجان العالمين اللي ما فيه شك قدر انه يحقق خلال اسابيع قليلة جدا نجاح قوي وردود افعال عربية وعالمية ومهرجانات استمرت على مدار ايام واسابيع من حفلات غنائية متنوعة من مهرجان دراما من اشياء كبيرة جدا عملها مهرجان العالمين وقدر بيها ينقل هذه المدينة المليئة بالالغام الى مدينة مليونية بحق عدد كبير جدا من الناس قدرت ان هي تصل لمدينة العالمين وتحضر هذه الفعاليات شفنا الطرق كتعاملة ازاي شفنا حجوزات الفنادق كتعاملة ازاي بصراحة جمانا كان يوم او كان ايام يعني محدش يقدر ينكر ابدا ان هي خلقت من هذه المدينة الصحروية القحيلة مدينة مفيش مكان فيها لحد يقدر يقدر دي حقيقة مصطفى يمكن كمان بعد الزخم الكبير اللي ادريح او المهرجان بعد ما استقبلت المدينة اكتر من مليون زائر على مدار فعاليات المهرجان خلينا نروح مع حضراتكم لحصاد مثمر نتكلم عنه بالتفصيل نهاردة معضفنا في السوديو دكتور رحاب الدين الهواري الناقض الفني اللي بنوارنا نهاردة في السوديو سباح الخير سباح الخير اللي خليك افن في البداية احنا بنتكلم عن مهرجان العالمين الجديدة احنا بالنسبة لنا ده مش شيء جديد ومش عمل جديد علينا لو رجعنا الوراء شوية هنفتكر حفلات أضواء المدينة بعدها ليالي التليفزيون وحفلات كتير جدا محكى القلعة وحفلت دور الأوبرا المصرية وغيرها ومهرجان القاهرة للسينما يعني عندنا الحقيقة فعليات فنية كتيرة جدا بس ممكن يكون مختلف في مهرجان العالمين الجديدة يعني بجانب الموقع طبعا لكن فكرة انه ضم فروع كتير جدا ان كانت ثقافية فنية رياضية حاجات كتير جدا فرؤية حضرتك ايه لهذا الزخم وهذا التنوع في مهرجان العالمين الجديدة يمكن الشعار اللي حطه مهرجان الدراما اللي هي ستين سنة دراما انا بعتقد ان احنا ستين سنة ابداع ليس في نطاق الدراما فقط ولكن في كل نطاقات الثقافية والفنية والطرفهية اللي تقريبا زي مصطفى تفضل وقال في الاول ان احنا بنحول مدينة من مدينة الالغام الى مدينة تجذب كل انظار العالم في 45 يوم احنا استضاف اوزار المهرجان مليون وحوالي 70 او 80 الف مواطن في منطقة نطاقها الجغرافي حوالي 60 كيلو في عمق اللي كنا زمان بنقول عليها صحراء الموضوع ما بقاش صحراء تماما احنا يمكن شفنا فعاليات جوا وبحرا وشاطئا وأرضا فعاليات غير عادية وغير مسبوقة يعني سباق طائرات شارك فيه مظلات من الجيش المصري شارك فيه من الامارات عدد من الدول شاركت فيه هذا السباق اللي يبدو انه عالميا بالفعل سباق قرى شاطئية على الشاطئ ثم 100 سيارة فارهة بتتحرك من سفاجة الى العالمين في عرض اكثر من رائع العالم كله تابعه وجود فنانين من كل العرب يعني الحفلات لأول مرة في هذا المكان كامل العدد وكل التذاكر محجوزة اطفال وشباب وكبار كل الحفلات كانت محجوزة يعني حوالي 12 او 13 حفلة لكبار الفنانين العرب كلها كانت كمبليت بدون اي فكرة ان تذكرة واحدة باقية لم تحجز وبناء انا عليه تعتقد ان الماراجان ده اقدر ان هو يعني يضيف للدراما او للرصيد الغناء المصر مسافة تكنقة فني هو مش اضافة بس يعني احنا بنسبع كلام الفترة الاخيرة كان دايما كل حد يقول عايز تشوف اي فنان عايز تقابل اي مصقف عايز تقابل اي حد له علاقة بالفن والثقافة هتشوفه في مهرجان العالمين يعني تقريبا مصر كلها والوطن العربي كانت بتحتفل بمهرجان العالمين لو جينا اتكلمنا عن ما قدمه فنيا وما قدمه موسيقيا وما قدمه على المشتوى المشتوى الفني ليسا حفلتها كانت كامل العدد نانسي عجرم كانت كامل عدد راغب علامة كامل عدد كارول سفاحة كامل عدد ده فنانين خارج خارج مصر فما بالك بقى بالفنانين المصريين متحط صالح وعايز حجار وتامر حستي في حفل الافتتاح اللي تقريبا كان يعني اكثر مما توقعنا حفل كان ناجح بشكل غير عادي كل الحفلات اللي اقيمت وكنا في البدايات كنا بنقول خميس وجمعة ثم جمعة وسبت ثم تلات ايام خميس جمعة سبت في كل هذه الايام كل الحفلات كانت محجوزة ومحجوزة قبلها بأسابيع انا الحقيقة كمان اللفت نظري فاندم فكرة وجود تنوع الازواء كمان يعني احنا في وقت من الوقت ما كناش نتوقع احنا عارفين الفنانين اما اللون التربي او حتى يمكن الشعبي اللي احنا متعرف عليه بالنسبة لنا لكن حتى احنا دلوقتي شفنا انه مهرجان بيرضي كل الازواق مع كمان الحفاظ حتى على الهوية المصرية وعلى ما يليق باسم مصر ومهرجان العالمين الجديدة في دقة عالية جدا في اختيار الفنانين اللي موجودين في المهرجان شايف حضرتك او بتقيم مدى دقة اختيار الفنانين اللي احيوا حفلات في مدينة العالمين الجديدة ازاي لو اتكلمنا على المستوى المصري زي ما حضرتك تفضلتي وقلتي فكرة تنوع الازواء او هذا الزخم علي الحجار ومتحة صالح لهم ومحمد بنير لهم جمهور خاص جمهور نوعي مختلف تماما عن جمهور احمد سعد عن جمهور تامر حسني عن جمهور كل الفنانين العرب زي عن جمهور ويجز ويجز عندنا كايروكي كان ليه حفلات فانا عندي اندر جاوند موجود مسار اكباري كمان كل الثقافة والفن موجودة بكل تنوعاتها ويناسب كل المتلقي اي متلقي هيلاقي ما يناسبه حتى الاطفال كان معمول حسابهم يعني فكرة ان بقى فيه راحة فيه الجمهور يبقى مبسوط وهو مع ابنائه انه يلاقي كل شيء متاح التنظيم الاكثر من رائع بنشكر طبعا المتحدة على تنظيم غير عادي وغير مسبوق ان انا اشوف هذا التنظيم ما فيش اي نقطة ممكن او اي صغرة ممكن تتخيليها هناك اجابة على كل سؤال محتمل قد يطرق لاي متلقي او لاي شخص من الجمهور هناك دائما اجابة جاهزة وهناك دائما استعداد لاي طارق في الحفلات وتواجد يعني ما كانش فيه حد بيدخل ودي شهادة الحقيقة ما فيش حد كان بيدخل بيبقى عنده مشكلة او تساول او مش عارف يروح فين او يدخل منين او يعمل ايه ما كانش على طول بيلاقي حد جنبه من طبعا المتحدة او من بي و دي عشان يقدر ان هو يرشده ويساعده ويسهله الامور طب البيبقى كان موجود في كل مكان يعني فيه ارشاد في كل مكان طيب شرم الشيخ والغرداءة يعني في بداية ظهورهم تبارت السينما المصرية في اظهار مفاتنهم وجملهم وجمل الميا والدايفينج الوالتة الغووز تحت الميا والشعب المرجانية وشفنا افلام كتير من اول جزيرة الشيطان وصولا لأفلام التسعينات والألفنات بصفتك نقد فن تعتقد ان السينما بحاجة لترجمة هذا الامر السينماية في العالمين تحديد القصور في العالمين طبعا اه طبعا محتاجين ده تماما يمكن فكرة احنا في فترة من الفترات كانت الدراما كنا بنقول انها دراما شارع او دراما القصور دراما الطبقة دراما اوسامة انا روكاشا ودراما هونيب جاردين سيتي دلوقت احنا عندنا اماكن تسمح بانتاج دراما جديد انتاج سينما جديد يمكن السينما اكتر او اكثر كربا واكثر تنفيذا لفكرة التوجه الى العالمين هناك عندنا كاملة ابو علي متخصص في القصة دي طبعا طبعا فانا عندي فكرة التصوير شواطئ موجود تحت الماء موجود المكان يسمح يعني احنا من عشر سنوات فقط كنا ممكن نتحرك من اسكندرية الى مرسى مطروح الرمال واللون الاصفر هو المسيطر حاليا لا يوجد شبر واحد هناك ممكن تشوف فيه اللون الاصفر على مدار الطريق كاملا لا يوجد شبر واحد هناك فيه صحراء على الجانبين مش على الشاطئ فقط يمكن احنا غيرنا فكرة ان الساحل الشمالي وجهة الثلاث شهور بتوع الصيف حاليا العالمين هي قبلة المصريين في الفترات القادمة للسكن وليس ليه الثلاث شهور فقط يعني احنا خلال العام هتبقى العالمين كمبلتلي مسكونة ومأهولة بالسكان مش مأهولة بالمصطفين فقط صحيح وده ممكن ده كان اصلا يعني من اهم اهدافها كمان في البداية فيه نقطة كمان مهمة جدا يفعن دم وهي فكرة اقامة مهرجان القاهرة للدراما في نسخته الثانية في مدينة العالمين الجديدة طبعا النسخة الاولى مهرجان كان في نسخته الاولى كان مهرجان وقور جدا وخرج بشكل جيد جدا ولائق جدا لكن خلينا نقول ان هو وجوده او اقامته السنة دي في مهرجان العالمين الجديدة بجانب الوقار ووقيمة هذا المهرجان الحقيقة لكن لوجوده برضو في العالمين الجديدة اطفى اليه روح مختلفة كان فيه تنظيم مختلف كان حتى يمكن الفنانين نفسهم اللي كانوا موجودين ومشاركين في المؤتمر الصحفي يمكن حتى سمعنا البعض طالب انه يبقى كل نسخة تقام في مهرجان العالمين الجديدة وانه بيوتبي يعني كان يعني خلينا نقول انه كان بصورة مطلب انه حتى لو يتغير معاده يبقى فعلا فيه خلال فعاليات مهرجان العالمين الجديدة شايف اقامة مهرجان زي مهرجان القاهرة للدراما واقامته خلال فعاليات مهرجان العالمين الجديدة شايف مهرجان القاهرة للدراما اضاف ايه للمهرجان العالمين الجديدة والعكس ده أنا أتوقع يعني كخطوة مسبقة يعني أن هناك مهرجانات سينمائية ستربط نفسها زمنيا بمهرجان العالمين يعني مهرجان القاهرة السينمائي وربما مرتبط بكلمة القاهرة ربما يكون هناك مهرجان العالمين السينمائي يعني قد يكون في الفترات القادمة وأعتقد أنها نقطة لن تغيب عن المظلمين أبدا المانع أنه يبقى هناك بخلاف مهرجان الدراما اللي بالفعل أضاف بشكل غير عادي فكرة ستين سنة دراما لما تتعامل في مدينة جديدة استطعت أن تجمع العالم كله وأنظر العالم كله إليها يبقى استطعت أيضا أن تلفت أنظر العالم إلى ستين سنة دراما يحيى الفخراني الإسم الرائع في عالم الدراما هذا الوقور الفنان المحبوب من الجميع ربما أطفى أيضا على المهرجان إضافة جديدة خاصة مع المكرمين يعني أن يتم تكريم فنانين بدون أي مجاملة لجنة تحكيم أكثر من رائعة برأسها المخرج الكبير جمال عبد الحميد في وجود طرق الشناوي النقد الكبير الإنصاف في الاختيارات لم يكن هناك أي اختلاف عليه أن يحصل جعفر العمدة على أفضل مسلسل محمد رمضان تكريم محمد هنيدي تكريم مونة زكي تكريم منا شلبي كريم عبد العزيز يعني تكريم الجمهور أو أراء الجمهور ما هيقوله كان اختيرات جمهور فكل هذا يعني الاختيارات كانت أكثر من رائعة أن يجتمع كريم عبد العزيز ومونة زكي ومنا شلبي ومحمد رمضان ومحمد هنيدي ومجد الكدواني في بيت الدراما يعني بيت رميمي قال جملة عظيمة جدا أنا مجرد سلامي على إحياء الفقراني تكريم يعني لما يقول أنا ده التكريم الأعظم بالنسبة لي كمخرج وبيتر ميمي رجل يعني مخرج مهم المخرجين واحد من أهم مخرجين الآن فوجود إحياء الفقراني هو التكريم الأكبر لستين سنة دراما بالفعل طب ماذا ينقصنا حتى يكون هذا المهرجان عالميا خصوصا فيما يتعلق صائبة بتسويق مهرجان الدراما أو الأعمال السينمائية أو فيما يتعلق حتى بالحفلات الغنائية نشوف فيه مطربين عالميين احنا بالفعل استضافنا مطربين عالميين وفنانين عالميين حصل ماذا لو كانت الدورات القادمة ماذا لو كانت الدورات القادمة تستقبل أعمال سينمائية من العالم أعمال درامية من الوطن العربي أو حتى ولولاك من خير من المتوسط عندك دائرة متوسطية فيها اليوناني وفيها إيطاليا وفيها بالزبط يعني إذا بدأنا دورة لدراما البحر المتوسط أو لسينما البحر المتوسط فهو أفضل مكان لاستضافة هذا المهرجان هيكون مهرجان العالمي نحن عندك بمهرجان الأسكندرية للسينما ومهرجان دولي أيضا نحن عنده مهرجانات عظيمة الأسكندرية والسماعيلية والقاهرة كلها مهرجانات بالفعل تأخذ صفة الدورية وعندنا استنادي مهرجان الغردقة في دورته الأولى لسينما الشباب أعتقد أنه هو قاضي مستقبل أعمال من حوالي 60 عمل من كل دول العالم طبعا طيب يمكن نستكبالا لسؤال مصطفى يا فاندام إحنا بالنسبة لأن هذه النسخة هي خرجت بالفعل كبيرة وخرجت بشكل يعني عد حتى التوقعات لكن النجاح ممكن يكون إلى حد ما مع التركيز ومع المثابرة ومع الإصرار سهل لكن الحفاظ على النجاح والبناء عليه أصعب بكتير جدا صحيح حضرتك شايف أن إحنا عشان نقدر نكمل بمهرجان العالمين الديدة على هذا المستوى ومش بهذا المستوى فقط بالعكس يبقى مستوى كمان أكبر وأكبر إيه المفروض أن إحنا نضعه في اعتبارنا؟ هو كان في بدايات الرئيس السيسي لما تولى الحكم قال جملة أن أنا بعمل للمشتقبل أنا مش أزمتي هذه السنة ولا السنة القادمة أنا دايما في نظرة مستقبلية ما وضع في مهرجان العالمين سيجبر القائمين عليه على أن يستمر هذا النجاح يعني التراجع للخلف غير مقبول غير مقبول على المشتوى السياسي على مشتوى القيادة وغير مقبول حتى على المشتوى الجمهور اللي استمتع يعني المليون دول اللي راحوا واستمتعوا هما بالتأكيد هيكونوا السنة الجاي 2 مليون مش هيكون مليون زائر الجمهور العربي اللي حضر نستهدف المرات القادمة زي ما تفضل السنة المصطفى جمهور من الدول المتوسط وجمهور عالمي باحتفالات عالمية فأعتقد أن زي ما حضرت تفضلتي أن الحفاظ على قيادة وريادة هذا المهرجان هو أمر صعب ولكنه ليس مستحيل والله هو دورة شتوية كمان زي الدورة الصيفية في العالمين تبقى دورة شتوية في شرم الغرداء لكن خلينا نشوف العالمين يعني ماذا يتحدث أهلها في ختام هذا المهرجان وختام أيامها بصحبتنا دلوقتي مرسلنا أحمد الحسيني اللي بتابع فعاليات مهرجان العالمين ويقول لنا في أيام الختام كيف تبدو العالمين صباح الخير عليك يا أحمد صباح الخير يا مصطفى صباح الخير يا جمانة صباح الخير لضيفكم الكريم فعلا الجمهور عنده حالة من الانبهار يمكن مبارح أنا عشت مع جمهور لحظات الختام لفعاليات المهرجان طبعا مبارح كان يوم قبل الأخير والنهاردة اليوم الأخير مبارح كان في حفلة لويجزي وكان في حضور طبعا جماهيري كبير جدا خاصة من فئة الشباب اللي كانوا حارسين على حضور حفلة ويجزي طبعا كان مجموعة معا مجموعة تانية من الفرق الغنائية اللي قدمت برضو حفلة وطبعا الأبواب بتفتح الساعة ستة وانتهت الحفلة مبارح الساعة واحدة بعد منتصف الليل كلمت معدد من المواطنين والجمهور سواء اللجوم حضروا الحفلة بتاعت ويجزي أو اللجوم كانوا في ممشى العالمين وبالتالي طبعا كانوا يعني معربين عن أعجابهم وسعادتهم كبيرة جدا بالفعاليات اللي بتقام على مدار أكتر من خمسين يوم احنا بنكلم من تللتاشر يوليو لغاية النهاردة اتنين ستمبر يعني حوالي اتنين وخمسين يوم وفعلا زي ما قلت يا مصطفى يمكن كأنك سمعت الناس مبارح وهاية بتتكلم بيقولوا احنا عايزين المهرجان مش بس يكون في الصيف لا احنا كمان عايزين دورة شتوية لفعاليات المهرجان هنا في العالمين طبعا اتكلموا عن الجو الجو جميل هنا وطبعا احنا كمان بنتكلم على مدينة ساحلية من مدن الجيل الرابعة هي بطول 14 كيلو متر على ساحل البحر الأبيض المتوسط طبعا يعني من اجمل بحر وبحور الدنيا اللي موجودة هنا وبالتالي احنا بنتكلم عن مدينة ساحلية استطعت انها تكون محطة انظار العالم كله مدينة سيحية عالمية فعلا والمهرجان كمان يعني يمكن هو قيم اولى دوراته بشكل كبير جدا وكان فيه العديد من الفعاليات سواء الفعاليات الرياضية اللي بدأ فيها فعاليات المهرجان زي منافسات الكرة الشاطئية او الفعاليات الترفيهية وطبعا الفنية زي مكان امبارح النهاردة كمان فيه حفلة جميلة جدا لفرق شارموفرز ويمكن بفعاليات الحفلة النهاردة يكون حفل الختام لفعاليات مهرجان العالمين العالم عالمين واللي أولد كبيرا بالفعل وبننتظر طبعا النهاردة الجمهور رأيه ايه في فعاليات الختام هنتابع معاكم لحظة بلحظة خليكم معنا وان شاء الله يعني يبقى حفلة عظيمة زي ما تعودنا عليها في كل فعاليات مهرجان العالمين شكرا نيك يا احمد ومتخيل لنظرات الحزن والنسبة ماشية من العالمين والمهرجان بيخلص عارفنا الحالة دي يا جمال والله كلنا عارفنا يا مصطفى بس يعني هنفتكر الزكريات الحلوة والوقت الحلو اللي قدناه هناك والاستمتاعنا طبعا بيه في كل تأكيد احنا يعني شوية بنحقد على احمد الحسين بس ربنا معك تيجي بالسلامة ان شاء الله هرجع لحضرتك مرة تانية فن ووجهة نظرك ابرز اللقطات اللي حضرتك تفتكرها من مهرجان العالمين الجديدة نبدأ من الافتتاح من مهرجان من حفلة تامر حسني ده كان التفاعل مع الحفل ربما يعني تامر قال ان ده اعظم حفل انا عملته نفس الجملة قالها حكيم يعني ما يقدمه تامر حسني له جيله وما يقدمه حكيم له متابعي حكيم قال ان انا عملت حفلات في العالم كله ده اعظم حفلة انا قدمته على الاطلاق احمد سعد لون تاني تماما قال نفس الكلام لحظة تكريم منازكي انها كادت ان تبكي قالت انا يعني انا عمل حساب اللحظة دي تماما وحريصة على ان انا ما عيطش وسلسلها كان رائع بصراحة ودل الدور رهيب كانت كانت تستحق التكريم بالفعل محمد رمضان محمد رمضان احنا بنشوفه لأول مرة بعيد تماما عن محمد رمضان نمبر وان محمد رمضان هنا مختلف تماما مسلسل مختلف وتكريم مختلف ومن شخصيات مختلفة بعيدا عن تكريم الجماهير ومعجبي محمد رمضان هنا التكريم مختلف اعتراف بالدراما وما يقدمه محمد رمضان الممثل العبقري حتى وان غنى وان اتجه الاجئة لا هو لا عليهم ما علي لكنهم موجود وموجود بالفعل فكان تكريم محمد رمضان كلمة كريم عبد العزيز وهو بيكرم مجد الكدواني اللي هما صداقة العمر الجميع اللي بانت حتى في لحظة التكريم طبعا لحظة التكريم كمان النجم الكبير محمود عبد العزيز أولاده الاتنين لما بيقوله قاله جملة عظيمة جدا بيقول المهرجان اسمه ستين سنة سينما أبويا ليه فيه الستين دي الستين كلهم يعني ليه في ستين سنة الستين سنة صحيح طب اقتراحتك إيه لو عملنا نسخة شتوية في شرم الشيخ أو الغرداء أو كلاهما ياريت وحطنا فيهم لمسات فنية سواء مهرجان دراما مهرجان سينما حفلات غنائية موسيقية اقتراحاتك إيه لو تم الاستجابة لطلبتنا يعني إن شاء الله يتم الاستجابة أعتقد في الشتة هيكون مهرجان سينما أقرب كتير من فكرة مهرجان الدراما وخاصة أن مهرجان الدراما هيكون يدوب بعد عليه لا وكمان شرم عالمية أكتر يعني تستقبل سياحة من جلسية أكتر بالضبط فهنحتاج فعلا سينما ويكون سينما يعني بصبغة عالمية أو بصبغة دولية على الأقل سينما البحر المتوسط حتى لو مهرجان موسيقي لكن مهرجان موسيقي ليه طابع غربي أكتر أو ذوق غربي أكتر حسب طبعا نوع السياحة هناك بشكر حضر جزيلا شكر دكتور رحاب الدين الهواري الناقض الفني نورتنا يا فاند بصباح كيفان شكرا جزيلا حضر